اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا اللعيبة عارف ان ده عمل وكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارة النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي على مدار العصور بيشتغل بس بيشتغل بس كابتن محمود الخطيب امتداد يمكن انا يعني لما وعيت وعيت على فريق عبد المحسن كامل مرتاجي وبعدين بعديه كابتن صالح سليم وبعدين كابتن محمد عبدالصالح الوحش فترة انفترات ربنا ارحمهم جميعا ثم الكابتن حسن حمدي وبعدين الكابتن محمود الخطيب عمرنا سمعنا حد فيهم بيطلع يتكلم باسلوب مش كويس بيطلع يهاجم بيطلع يسب بيطلع يلعن ابدا ابدا حتى الانجازات اللي بيعملها النادي في جميع الالعاب عمر ما حد فيهم نسب الانجاز لنفسه عمر ما حد فيهم تلع قال الجمهور اهتفوا باسمي عمر ما حد فيهم تلع قال صورتي قبل صور كل الناس اللي يقع ان انا صاحب الفرح مفيش حد قال كده خارس مش النادي الاهلي وبمناسبة النادي الاهلي انا عن نفسي هو منهج في النادي الاهلي ارفض رد الاساءة باساءة ارفض رد الاساءة باساءة قد يكون في بعض الوقت بانتقد بس النقد لازع شوية فيه سخرية من بعض الحاجات اللي بتحصل في بعض القنوات الفئوية التانية فغزب عني ممكن ممكن يعني بقى ايه فيه سخرية شوية ولكن عمري ما هتطول على حد وعمري في البرنامج هنا ما هرد الاساءة باساءة ده اسفاف اسفاف وانا ما ردش الاسفاف باسفاف ده اللي تعلمته في بيتي او في بيتنا وانا صغير من والدي ووالدتي رحمة الله عليهما ولكن ولكن كمان امتداد القيم والمبادئ والمصل اللي تربين عليها في بيوتنا النادي الاهلي العظيم امتداد للقيم والمصل والمبادئ طول عمر النادي الاهلي بيعرف يكت حقه عن طريق القنوات الشرعية اشتركوا في القناة